اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الفترة الأخيرة ونتيجة لأتفاع حوادث الطرق في العراق وأعداد المصابين وأعداد القتلى في العراق صدرت الكثير من الإحصائات الحقيقة تحت يدي إحصائية تتحدث عن عام 2020 صدرت في نهاية عام 2021 عن عام 2020 هذه المفوضية حقوق الإنسان في العراق أصدرتها قالت أن عدد الحوادث في العراق في عام 2020 8186 حادثة مرورية 8186 حادثة مرورية أسفرت عن مقتل أو وفاة 2152 شخصا فيما تجاوز عدد المصابين 15 ألف بما معناه أنه لدينا 17 ألف بين جريح وقتيل على الطرق في عام واحد عندما تقسمها العدد الأشهر تقسمها العدد الأيام فبالتالي يطلع عندك يوميا بحدود 43 و44 إلى 45 شخص يوميا من العراقيين إما أن يكون متوفيا أو مصابا نتيجة الطرق وهذه قضية الإصابات على الطرق قضية لها أسبابها الكبيرة وأسبابها العديدة والحكومة أولا وأخيرا النظام في العراق هو المسؤول عن وفاة هؤلاء يعني لا يكفي العراق أن الميليشيات تقتل منها وتختال وتذبح والعصابات تقتل وتذبح وتعوق الآن طرق طرق في العراق أيضا تفعل ذلك فتعددت الأسباب والموت والإصابات واحدة في العراق حقيقة الطرق هذه كلها قد انتهت بنت تحتية للطرق قد انتهت ولم تصلح هذه الطرق فيها من المطبات فيها من الحفر فيها من الانكسارات فيها من الاتواءات فيها من المحاذير الكثيرة الكثيرة التي لا تصلح ومتروكة منذ ساطعة سنة لحد الآن لم تجري إدامة لم تجري فتح طرق جديدة لم يجري تحسين الطرق لم تدرس قضية الطرق في العراق لم توسع خارطت النقل في العراق لم يتم دراستها ولم يتم طرق تحسينها وطرق النقل لم يتم نظر إليها بشكل واقعي ومنطقي وحديث وبالتالي المواطن من يدفع الثمن إضافة إلى أنه قوانين غير موجودة عقوبات غير موجودة فساد متفشي استهتار موجود أيضا والحوادث يعني كثيرة جدا جدا وحوادث مميتة وأهل العراق يدفعون الثمن هذه الطرق الخارجية طرق الموت تسمى طرق الموت يعني أي عائلة الآن يطلعون على الطريق هم يعني في غاية الخطورة في هذه الطرق طرق داخل المدن ومنها بغداد طرق خطرة فتحب بالطرق البعيدة الطرق بين المحافظات الطرق بين المدن كالثة كبيرة الحقيقة يضطرون حوادث المرور كبيرة جدا لا أحد يعرف مداها الأسكان والتعمير تتحدث في تقاريرها تقول مو إحنا مسؤولين يعني الحقيقة إحنا ما نجبي ضرائب على الجسمة الجبايات التي تأخذ المبايل التي تأخذ جباية سنوية على السواق على تجديد السيارات بحدود هي تحدث تقول بحدود 300 مليار دينار عراقي سنويا لكن هذه بدل وهي مخصصة بقانون قانون وضعها في عام 2015 قانون فرض رسوم الجباية سمية هذا قال أنه 55% من هذه الأموال اللي هي 300 مليار دينار 55% تذهب لصيانة الطرق والجسور و25% لدوائر البلديات في المحافظات و20% لأمانة بلدات لكن الحقيقة هي تذهب إلى وزارة المالية تجبا وتذهب إلى وزارة المالية وزارة المالية تدخلها في سجلاتها وتعتبرها واردات وتدخل في الموازنة وتذهب ولا أحد يعطي شيء والطرق على حالها والجسور على حالها وسقطت جسور وغيرها وشاهدنا الكثير من الصور المضحكة المبكية في نفس الوقت عن جسور يعني بالعصر الحجري ما موجوده لكن المواطن يتعامل معها وأطفاله يعبرون إلى المدارس ويعبرون إلى وظائفهم ويعملهم إلى الذهاب إلى مصالحهم على هذه الطرق الحقيقة طرق يعني لا يمكن القبول فيها لا يمكن اعتبارها إلا مصيدة للموت مصائد للموت الحقيقة هذه هي هذه الطرق والمواطن يدفع ثمن من دمه مروحة ولكن لا صيانة لا اعتناب الطرق الحقيقة البعض يقول أنه والله السيارات يعني وما بها إدامة جيدة هذا جزء من الموضوع لكن عندما تكون الطرق مؤمنة عندما تكون الطرق سالكة عندما تكون الطرق أمينة عدن وعصابات وقطع طرق وابتزازات هذه تركنا من عدهة لكن على الأقل في المطبات في الحفر في الانكسارات في الالتواءات في القطاعات هذه هي المصيبة وذهبوا ضحاياها كثيرين وخاصة يعني ليس الليل مختصرا عليها ليل ونهار هذه الحوادث مستمرة وحوادث قاتلة الحقيقة عندما يعني يوميا حدوث الخمسة واربعين عراقي يقتل أو يعوق على الطرق فقط من الطرق هذه كارثة وكم من العراقين يذهبون يعني بمسدسات وبنادق وكواتم الميليشيات والعصابات والأمراض وغير ذلك الكثير والكهرباء وغيرها والغرق وكل شيء والجوع والقهر والبرد والحر هذه كلها الأعداد هذه الكبيرة وبالتالي عندما تحصي هذه الأعداد ستجد أن العراق ينزف من مواطنين والسبب هذه الكذبة الكبيرة التي جاءت إلى العراق منذ عام 2003 هذا المشروع مشروع الاحتلال الذي دمر العراق وجاء بمن يرعون هذا المشروع ويحرصون على رعايته ويؤمنون له كل طرق النجاة لكي يبقى لكي يستفادوا لكي يدفع العراقي ثمن لا أعرف لماذا لماذا يحقدون على العراق بهذه الطريقة لماذا يريدون أن أن ينهو يعني ما يسمى شعب العراق الآن عشر ملايين عراقي خارج العراق ست ملايين نزحا والذي يرجعوا من عدهم الآن بحدود مليون ونصف نازح فقر أكثر من 12 مليون تحت خط الفقر أكثر من 36% باعتغاف وزارة التخطيط هم فقراء مرضى الأمراض الأوبيئة البيئة الملوثة الناس اللي تعيش بالمزابل الناس اللي تعيش بالعشوائيات ويتحدثون عن بلد والبلد تحكم الميليشيات تحكم العصابات ويحكم الفساد هذا واقع الحال مع الأسف الشديد والعراق وأهل العراق من موت إلى موت يعني وكأنهم في سباق للهروب من الموت كل يوم ينقضي الكل يعني يعاد أصابع يديه لأنه ظل سالما وسيخرج يوم غد سيواجه يوم غد تحدي آخر للوصول إلى نهاية النهار وينتهي وهكذا وأهل العراق في سباق مستمر من أجل الحفاظ على حياتهم لأن وسائل سلب حياتهم كثيرة جدا جدا وهذه الوسائل وهذه الطرق كلها مرهونة بغياب الحكومات بغياب الأمن بغياب السلطة بغياب القانون بغياب الرؤية الصحيحة بغياب رعاية المواطن وحقوق المواطن في الحياة هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة